اهي كيف كنت؟ اتمنتكم بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج الحوت رحاول احكي فيها عن الاحوال العاطفية والعملة الى كل الشريك اتحدث كذلك حتى فيها عن كتير امور تتعلق بالعزيب وهذه القراءات انطبق على البرج الشمسي قمر يطالع فيه امكاني تنسكوا القراءة عكسية بالنسبة لك يا برج الحوت عمشوفك تتحدث مع احد من الانترنت عمشوفك كذلك ممكن هذا الانسان يجلب لك سعادة كتير كبيرة بهذه الفترة عمشوفك كتير سعيد وحتى انه انت بتعت عن كل اشي اللي عم تخليه لك وعم تجعلك برج الحوت غير سعيد عمشوفك كتير سعيد بالوقت الحالي وفي يعني كأنه هذا الانسان عم يجلب لك سعادة كتير حارمة بالنسبة للشريك عمشوفوش خاص ممكن يكون برج من الابراج المائية او من برج الزور الجوزاء كذلك عمشوفو هذي الشخصية شخصية رومانسية جدا وشخصية حالمة وممكن حدا كتير حالم جدا يعني عم يكون شخصية بتروح لأبعد الاماكن اوكي عمشوفو لهذا الانسان شخصية كذلك متقلبة المزيج متقلبة الفكر شخصية عمتا الابراج المائية او الابراج اللي هي روحانية كتير كبيرة بتكون متقلبة ما بتكون ثابتة على مود واحد بالنسبة لمشاعرك تجاه هذا الانسان عمشوفوك سعيد جدا اوكي في سعادة بس عمشوفوك كأنه هذي العلاقة انساتك المشاق اللي كانت بالماضي وعم تجيب لك سعادة اكثر وكأنه عم توازن حييتك اكثر بالنسبة للشريك كذلك عمشوفها لانه هذا الانسان بيبعث لك يعني تقريبا الطاقة فيها نوعا منها الاوقات عم تتحكوا مع بعض وبيكون فيها مشاكل اوقات عم تكون الاوضاع ثابتة بس عامة انتو من الشخصية وعمتا عمشوفها الشخصية اللي هي بتتجاكره بشيء وعم تتصالحه يعني بسرعة يعني عمشوف هيك العلاقة عمشوفو لهذا الانسان كذلك بيحب انه يكون معك وعنده رغبة انه يكون معك ويستمر معك كذلك بالوقت الحالة انت عمشوفك متجاكر معه ومبتعد جدا اوكي في مشاعر كتير قوي وعم يجلب لك سعادة وعم يجلب لك هذي الطاقة الحلوة بس بالوقت الحالي ما عم تحكي معه ابدا بس عم تحبه لهذا الانسان مبتعد عنه بتحبه يعني في علاقة عاطفية هون طفولية اكثر عامة الانسان لما بيحب بيصير طفولة اكثر بيصير يعمل اشياء طفولية بيزعل من اشياء بسيطة يفرح من اشياء بسيطة وبقى عامة برج الحوت برج رومانسي حساس طفولة هيك يعني اذا حاب هو بيحبه مثل الاطفال ممكن هيك انا عم شوفك يا برج الحوت عم شوف شوي لانه انت تحبه لهذا الانسان بس ممكن حاليا مبتعد عنه عم شوفك مبتعد فذلك حتى هو يقرقه ابتعادك عنه بس هذا الانسان يريدك بالرغم انه راح يعمل خطوة اذا انتم مبتعدين راح يعمل خطوة لاصلاح امور بينك وبينه عم شوف انا انه مستقبل العلاقة جيد جدا في هابي ناس وفي فرح وفي كل شي طاقة جيدة لنجح هذه العلاقة عم شوف على انه ممكن هو اذا كان يريد الزواج منك فهذا الانسان ممكن يكون اجمل اب وكمان يعني رجل محب هيدا بالنسبة للرجال عم شوف على انه يعني بيقلك ان القريب انه تكون هذه العلاقة تصل الى مرحلة متقدمة اوكي او يكون نتاج لهذه العلاقة ايا تتطوروا وتصيروا بعلقة زواج شيء مثلا يتعلق بالزواج او تصير شيء لازم تحصلوا على نتيجة ايا تبتعدوا عن بعض يصير في علاقة زواج وكمان هون بيقلك فاميري يعني تقريبا انه رح تكونوا اسرة مع بعض اوكي عم شوف كذلك يا برش الحوت لانه انت شخصيتك جدابي بشكل غير طبيعي للشريك الاخر عم تجذبه بشكل مش طبيعي ابدا ممكن انت تتعامل كما قلت مع هذه الابراج او تتعامل مع ابراج مائية بامتياز هوائية ونارية عم شوف ابراج الحوت وخاصة العذاب عم شوفهم يرغبون كتير بعلاقة استقرار يحبوا فيها وينحبوا يعيشوا الحب من قلبهم عم شوفهم كأنه في عندهم كمية مشاعر كتير كبيرة بس عم يخفوها عن الناس كأنه عم يظهروا شيء ليس منهم يعني بدهم انه يكونوا بعلاقة بس علاقة جدية علاقة توصلهم لمراحل كتير كبيرة اوكي كان نصر لهم هذه السنوات الاخيرة او الاشهر السابقة عم يتعرضوا او عم يتعرفوا على ناس خائنين ناس مش بنفس الثقة الذي يعطوها للناس الاخرين اوكي عم شوفهم اكتر من زويين لحالهم بس شايلين كتير مشاعر بدهم يعيشوا مع شخص اخر اوكي ما عم شوف صراحة في شخص ممكن في تواصلات على الانترنت في حكي في كلام بس ما عم شوف في شخص جدي يأتي الى برج الحوت ليتواصل معه اوكي من السباعة مثلا للحياة العامية برج الحوت عم شوف في حدا يعني رح تلتقي معه ممكن يجي للبيت عم شوف في سعادة رح تأتي ممكن حتى للبعض يكون في زاويج عم شوف كذلك الاوضاع المالية ليست بالجيدة وعم شوفك ممكن للبعض فيكن ممكن يغير بيت او يعمل اصلاحات بالبيت كذلك عم شوف كذلك حتى في راغبة كتير كبيرة لتزاويش ولا الوضع العاطفي عم شوف الطاقة تقول الى الوضع العاطفي كتير عم شوفك يعني تقريبا حابب انه تكون بعلاقة بس عم شوفك موتر كأنه خايف خايف من المستقبل خايف من الاشياء التي ستحصل بالمستقبل بس عم شوفك تريد الحب تريد الزواج تريد الاستقرار العاطفي كأنه عندك احتياجات كتير كبيرة بهذا الشهر لكن ما يتعلق بالوضع العاطفي عم شوفك كذلك على انه اه تطلب الله كل يوم وكل ليلة لتحقيق متمنياتك بس ان شاء الله راح تكون خير باذن الله عم شوفك كذلك اه حاسم قرار اه الى البعض منكم عم شوفون يتخذون قرار تجاه علاقة علاقة حب على انه انت اه ممكن قدام فرصتين عندك فرصتين بالحياة يا اما بالعلاقات يا اما بالعمال يا اما وانت حائر اوك او اخذت قرارك حاليا عم شوفي اخذ القرار اه او حسم بهذا الموضوع كان انه عندك فكرتان او عندك اه بالحياة يعني قرارين بالحياة او فرصتين بالحياة واخذت اه قرارك حاليا عم شوفك انه الامور صارت اوضح وصار في نوع من الوضوح بالعلاقة او وضوح بالعمل او يعني في تو اوبشن بحييتك واخترت واحد منن حسامت اوك او في حسم اه عم شوف على انه الشريك اه شخص عنده مركز عالي مركز اه بالشغل جدا عالي ممكن حتى اه الوضع الاجتماعي او الوضع العائلي الاسره تبعه كتير يعني بعائلة راقية بعائلة عنده اسم عم شوف كذلك على انه الانسان يعني عم تشوفه كأنه ملك حب يعني انسان عنده يعني كلامه معصول بيعرف كيف يحكي خاصة بالكلام يعني بيعرف كيف يجده بالشريك يعني بيعرف كيف يغوي الشخص الاخر عنده هالتكنيك بحييته وبيعرف يعني كلامه معصول هالانسان اوكي عم نشوف كذلك على انه هالانسان ممكن الشيء اللي عم تحبه فيه انه يعني ممكن عم يجاهر بحبك امام الملأ وعم يعني كأنه ممكن سبب الخصام وهيدا ما عم يظهر اللي حاليا لانه عم شوف فيه نوع من الخصام او فيه نوع من الحيرة عم تحصل لك حاليا انه هالانسان بالرغم من من كلامه المعصول وانه بيقلي كتير اشيء ما فيه قرار او ما فيه يعني خطوة للمستقبل لخطوة للزواج خطوة لشيء جميل يكون قر بالعلاقة لانه عم شوف هالانسان كأنه كان عم انت عم تحس انه عم يبيع لك اشيء مش حقيقية اوكي وهيدا نوعا من الخصام او عندك نوعا منه من الحيرة او الكونفوجين عندك داخليا ما عارف مش شايف هل هالعلاقة صالحة لك او هالانسان عم يكذب لي لانه يكذب عليه اوكي لانه عم شوف هالانسان بيحكي كلام حلو بس الحقيقة والشيء بالواقع ما عم تلمسه ما عم تلمس على انه الانسان يريد تقدم لخطوة للامام هيدا يعني عاملك حيري من امرك ممكن هيدا ممكن تكون انت صارحته بالموضوع وتزعلته ممكن حكيته بها الموضوع وممكن جدا وارد انه هيدا خلق لك نوعا من الاشكالية بفكرك ومقادر تواجه الشريك هيدا كمان صالحة لكم اوكي عم تشوف كذلك على انه هو ممكن حاليا عنده كتير اشياء يوازنها بالحياة اوكي عنده هالانسان كتير اشياء يسعى اليها في نوع من الكنه بيحاول يوازن بين عمله وبينك انت وهو كتير اشياء في كتير بالحياة عنده اا ممكن عنده كتير هويات هالانسان بحب السفر بحب الاكتشاف ااicide اا اا ام وكمان عنده كتير اشياء بده اا يعني عنده حيري من امره كذلك لانه عم شوفه بيهتم هالشخص فيك وعم يهتم عمله وعنده كمان عنده نوع من الحير كذلك على انه اي طريق يتبع ن crew ممكن ممكن الانسان ما عم تحب فيه لانه منه صريح معك ما بيعتيك الحقيقة عم تشوف انه شخص يماطل في نوع من الطبابية حتى بالعلاقة ما عم تشوف الصورة الواضحة اكثر عم تشوف الانسان جميل وعم يحكيك بنوع من الجميل وما عم يأذيك بس ما عم شوف شيء واقع ما عم شوف تطبيق لهالكلام الحلو بالحيات ممكن حتى ايجابيا عم شوفك انسان عم تحسه عنده كتير يعني عنده كل السبول ليكون ناجح انسان ممكن وضعه العملي جيد وضعه المال جيد او يسعى الى تحسين وضعه المالي والمادي عنده كتير اشياء انت عم تشوفه فيه كتير اشياء ايجابية بشخصيته حتى بكتير اشياء ايجابية فيه اوكي اما هو ما عم يحب فيك هالنوعي ان انت بدك دائما الاستقرار دائما يعني هالموضوع الاستقرار كتير حاسم فيه اما يعني ما بحس فيك انه جعلت العلاقه فيه نوع من المتعه بحس انه العلاقه تسير الى منحه الاستقرار والمنحه العلاقه الروتينيه اكثر اوكي بدتهو شوية اخد وقت لايستمتاع تكونوا مع بعض تهتموا لعبعض تكون هيك بدتهوه ما بحب فيك هالطريقة وكذلك بحب فيك انه انت انسان عندك شجاعة وعندك مقدم بالحيات عندك تفاؤل دائما بان الغدس يكون افضل وهيدا الشي بحبه فيك عم شوف انه الانساء هي يعني نيتك انت بظل بيبين انه في نوع من النية لنسويش نوع منه بدك انت تأسس يعني ترسم العلاقه وتكون مع هالانسان بزوج اما هو في نوع من الضبابي بفكره هالانسان عم يحبك وعم ينوي مع كتير اشياء بس حتى الوضع المادي حاليا ما عم شوفه عم يسمح له لانه حتى ما ممكن يكون عنده الوضع المادي ليس بجيد لهيك ما عم يفكر بالاستقلال بس هالانسان عم يفكر انه انه انت الشخص المناسب بحياته في نوع من الحب وحتى انت يعني تتوافق معه روحيا اوكي في توافق رحي كبير بينك وبينه حاليا ازع يعني نشوف هال حال سيع يعني الخطوة القادمة في نوع من الضبابي اكثر بس رح توضح مع الوقت يعني هالعلاقة عم شوف فيها وضوح اكثر بالمستقبل بس حاليا عم شوف في نوع من الضبابية خاصة اللي له هو ما عم يشوف الطريق الحقيقية او الطريق اللي هي انسب لاله اوكي عم يحسك انه انت الشخص المناسب بينوي معك اشياء جميلة بس حاليا فكرة الزوج والاستقرار ما عنده بباله لانه عنده افكار كتير وعنده عمل عنده الموضوع العملي كتير شاغل باله بيقتس حاله اكثر حاليا لهيك ما عم يفكر بالزواج او بالاستقرار بهذا الموضوع اكي بس انت شخص يعني بيشوفوا على انه اج ما الانسان ممكن يتمنى اكي هدا اللي عم يطلع لك يا اصحاب القراءة التاني اصحاب الحجر الازرق رح نشوف مصائح لقلك بيقلك الوراء على انه انت بامان لانه في حماية لقلك ولا طاقة وحتى لحبك ولا بيتك اوكي يعني انه هالعلاقة رح اتطل محميه اا وراح اتطل اا كأنه الله يحميه بالرغم من انه عم تشوف كأنه العلاقة لا تقول الى شيء من الايجابية بس رح اتطل هالعلاقة عم شوف في انه رح اتطل بهذا الطريقه انا ما عم شوف في خصام او بتعاد جسد كبير بس عم شوف كأنه في في نوع من الحير بينك وبينه اوكي بيقلك انه هال مرحلة اللي عم تمرو فيه انتا والشريك ممكن اا يعني هي اللي رح رح تجعل هيده العلاقة متينة اا يعني قوية يعني كأنه في اا بس لازم اا يعني تضلوا مع بعض وعم شوف انه هالعلاقة رح تضل بالرغم من كل هالشي اللي حاصل حاليا عم شوف وراح تضل وراح تستمر اا بس لازم تتحمل هالعباء اللي هلا بالعلاقة كذلك عم ينصحق الورقة لانه اا ازا بدك تنقي طاقتك الطاقة السلبية اللي حاليا عم تشعر فيها او ايه عم تحس حالك لست بالجيد ممكن انه تروح على مكان فيه ماء شلالات بحر اا ممكن تختسل بالماء يعني ان تلامس الماء لانه الماء كذلك بشير الطاقة السلبية اا اا او علاقة او علاقة عمال حتى العمال ممكن اا ممكن يطلعوا من هادا العمال يقدموا استقالتهم او يغيروا عمال جديد اوكي رحيلة وعمال جديد بس عم تاني انتبه للأيادي انتبه كذلك لخسارة الاموال عم شوفك اكتر عم تبدر مالك حتى عم شوف ما عم شوف في اموال مقبلة عم شوف انه عم تحت مال او عم تصرف مال اكتر ما عم تجني مال بهذا الشهر بس انتبه الخسارة المادية انتبه لصحتك لأعيونك للنوم كذلك حاول تشرب ماء كتير عم شوف كذلك انتبه لأيديك انتبه من انه انه يكون فيه جرح لانه عم شوفك انه بالمطبخ ممكن تجرح ايدك انتبه لهذه الاشياء اوكي هيدا كل شي بالنسبة لبرج الحوت بتمنى عليك كل الخير والمسارات وما تلسوا تعملوا لي لايك وسبسكوائب بقى نايدية شكرا